بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعاني الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان تفسير سورة آل عمران الدرس الحادي والأربعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد تقدم الكلام على قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته إلى قوله تعالى لعلكم تهتدون ودرسنا اليوم في الآيات التي بعدها وهي قوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلهوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم ففي الآيات الأولى أمر الله جل وعلا بتقواه والاعتصام بحبله ونهى عن التفرق والاختلاف والاختلاف وأمر بشكر نعمته على المسلمين إذ علف بين قلوبهم فأصبحوا بنعمته إخوانا وفي هذه الآيات يقول جل وعلا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير فهي في سياق الأوامر التي أمر الله بها هذه الأمة والنواهي التي نهاها عنها وذلك لإصلاح هذه الأمة وتنميتها على الخير وبيان مسؤوليتها مع أهل الأرض فإنها أمة القيادة وأمة الرسالة والكتاب فالواجب عليها أكثر من الواجب على غيرها لأن الله اختارها لأن تكون شاهدة على الأمم كما قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا فإذا كانت هذه الأمة في هذا المركز بين العالم فلابد أن تكون لها مهام عظيمة تقوم بها نحو أهل الأرض ولهذا قال في هذه الآية وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ هذا أمر من الله سبحانه وتعالى فاللام الساكنة لام الأمر وَلْتَكُنْ وَقُرِئَ بِالْكَسْرِ وَلِتَكُنْ والمعنى واحد في أن هذه الأمة يجب عليها أن تقوم بهذه المهمة وهي الدعوة دعوة الناس يدعون إلى الخير يعني يدعون الناس إلى الخير وهذا يشمل كل ما فيه خير وما فيه صلاح للدين والدنيا ويكون مصدرهم في ذلك ويكون مصدرهم في ذلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإن فيهما الخير كل الخير فالدعوة إلى الخير تعني الدعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي شاملة لدعوة الكفار ودعوة المسلمين فالكفار يدعون إلى الدخول في الإسلام وعصاة المسلمين يدعون إلى التوبة والتزود من الأعمال الصالحة وفي هذا أن واجب هذه الأمة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ولا تقتصر على نفسها أو على إصلاح نفسها بل إنها تصلح نفسها ثم تصلح الآخرين يدعونا إلى الخير وفي ضمن ذلك أنهم ينهون عن الشر لأن ضد الخير هو الشر والخير لا يتحقق إلا بانتفاء ضده ثم قال جل وعلا ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ما العلاقة بين الجملتين يدعونا إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر قال بعض العلماء إن هذا من عطف الخاص على العام لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر داخل في قوله يدعونا إلى الخير ولكنه عطفه من باب عطف الخاص على العام اهتماما به ولعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد الدعوة إلى الخير أن الدعوة إلى الخير عامة وتعني أول ما تعني دعوة الكفار إلى الدخول في الإسلام وأما قوله ولتكن منكم ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فلعل هذا في المسلمين الذين تحصل منهم مخالفات فإذا دخل الناس في الإسلام وحصلت منهم بعض المخالفات فإنهم يحتاجون إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمعروف هو كل ما أمر الله جل وعلا به سمي معروفا لأن العقول السليمة والفطر المستقيمة تعرفه وفي أول ذلك الدعوة إلى توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة وأما المنكر فهو كل ما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم سمي منكرا لأنه تنكره العقول السليمة والفطر المستقيمة ثم قال جل وعلا وأولئك هم المفلحون وأولئك يعني الذين اتصفوا بهذه الصفات وهي الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هم المفلحون هم الذين حصلوا أو يحصلون على الفوز وعلى العواقب الحميدة في الدنيا والآخرة حصر الفلاح فيهم مما يدل على أن الذين لا يتصفون بهذه الصفات فلا يدعون إلى الخير ولا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر أنهم خاسرون وإلى الحلقة القادمة بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته